انا النهاردة في اسكندرية جنب مجمع الكليات عشان اجرب واحد من اكتر الناس اللي تشهرت بسرعة جدا في اسكندرية وهو عم زغلول بس قبل ما نبدأ كده بس اتمنى ان انت تكتبو لي تحت في الكومنتات اجرب ايه من اسكندرية عشان ان شاء الله قاعد اربعة ايام هناك هكتبلكم بالضبط قاعد من امتى لامتى على الشاشة يلا بينا نكمل تقريبا كل اسكندرية او اي حد بينزل اسكندرية قال لي لازم تروح تجرب عم زغلول والناس كلها اتفقت انك اول ما بتشوفه هتبقى مبسوط راجل سمح كده وشه بشوش وعلى طول بيدحك بس برضو كله اتفق ان هو اسعاره حرق قاوي فانا النهاردة روحت هناك عشان احكي لكم التجربة كلها اول ما بتروح هناك بتعرف المكان من الزحمة اللي عليها عربية كده متقسمة 3 اجزاء جزء للطلبات جوه المكان وجزء للطلبات السندويتشات والطلبات التيكاوي وجزء للاستلام بتاع الطلبات التيكاوي والسندويتشات المهم هو بيديك حاجة زي سيرفيس كبير كده متقسم بقى فول وبطاطس وسلطة بابا غنوك جبنة قديمة مخلل سلطة بطاطس وبتنجن مخلل وقرص طعمية محشية وعيش ومشروب كل ده بقى بكام ساعة ما انا جربت كان كل ده بخمسين جنيه وللامانة انا مش هكذب عليكم انا مش عارف السعر ده غالي ولا رخيص فانت ممكن تقولولي بالنسبة للسوق وبالنسبة لعربيات الفول اللي انتو بتجربوها هو ده غالي ولا رخيص المهم ان هو باخد طرقة كده ما بين مباني حاطت فيها قعدة برضه عشان خطر لو انت عايزت ااكل هناك عنده برضه قرص عيجة وجبنة مقلية كل واحد فيهم بعشرة جنيه انا خدت بقى السيرفيس وروحت عادت في حتة من طرفها كده خالص عشان اعرف اصور وفي نفس الوقت ما دايقش حد ويجمال الفطار اللي انا طلبتو ده لو حد بيتفرج من برا مصر يعني اتنين دولار وتلت المهم بدأت في الاول بالفول الفول الصراحة كان نظيف كان طعمه حلو وكان كريمي كده خالص يعني اللي هو ما بيبقاش فيه حبات الفول صحيحة جوا الفول نفسه بيحط لك برضه جنبه لامون والعيش اللي هم اللي اسكندرينين مميزين بيه ده اللي هو شبه العيش الشامي تعمل كده ودن قطة وتتبسط بالفول نخلت بعد كعل بطاطس بس انت متنتظرش حاجة كبيرة قوي من بطاطس العربيات ولا حتى توابط ده وحتى حطيط لك الملحة الترابيزة نخلت بعد كعل بتنجان المخلل وانا الصراحة كانت شوية بتنجان المخلل في شوية عربيات في الكاهرة كان عالمي فبالنسبالي ده مقدرش برضه يوصل للحتة اللي هم فيها بعد كياه جربت الجبنة بطماطم وهي كانت حلوة قوي 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 تحس كياه فيها بسنة حدوءة كده مع الطماطم مطرياها فالاتنين مع بعض الصراحة كانت حلوة قوي فعلا وصلطة البطاطس كانت لطيفة بس انا في الواجه العين ما مفضلهاش بس اللي كانت حلوة قوي وخطفتني زي الجبنة بطماطم البابا غنو كان عاملها جمدة قوي الصراحة وبعد كده بقى الطعمية اللي محشية جبنة دي صراحة كانت نظيفة الطعمية نفسها كانت طعمها حلو ما كانتش شربة زيت قوي وممكن بقى تعملها سندوتش تاخد كده نص رغيف تحطلك فيه نص طعمية مع شوية صلطة شوية بتنجان وبس صدقني انت مش محتاج حية تانية ده سندوتشك المثالي وبعد كده بقى دخلت في الزيادات اللي انا كنت جايبهم على جنب زي العجة والجبنة المقلية اول حاجة هبتدي بيها هي العجة هما بيقدموها برده وبتبقى قرص كده زي الطعمية وسعرها 10 جنيه عامة انا ما كنتش متشجع لها الصراحة بس لما دقتها لا هي طعمها كويس هي حلوة الصراحة فعلة وقفلت اخر حاجة بقى بالجبنة المقلية برضو سعرها 10 جنيه وصي جماعة انا مش هكذب عليكم انا كنت حاسة انها جبنة مقلية اه بس حتة الجبنة كانت رفيعة خالص وحواليها كده بطاطس مهروسة اتقلت في الزيت وطلعت لها فانا بالنسبالي لو انت عايز بطاطس مهروسة فهدي بس لو انت عايز جبنة مقلية ومتحمس لجبنة مقلية وبتاع فدي مش هتكون قلطف حاجة بالنسبالك وبالنسبالي بقى لو انا هروح هناك عشان اطلب حاجات معينة هطلب الببغى النوج والجبنة القديمة والفول والطعمية وممكن يعني لو انا عايز ازود حاجة ازود بطاطس وبس كده ما تنسوش بقى تكتبلي في الكومنتات تحت عايزيني اجرب ايه من اسكندرية عشان مفروض قاعد اربع طيام هناك فاتبنى ان انا اشوفكم كلكم هناك وشكرا جدا ليكم لو انت لسا بتتفرجوا لغاية دلوقتي كان معكم عبازة من قناة لايف وزبازة سلام